بعض اليوم الختامي للمعرض الذي تشارك فيه الشركة التي يعمل بها أسامة الشاب التقي استقل سيارته متوجها إلى منزله في وقت متأخر من الليل بعد عمل يوم شاق وفي الطريق وكان الشارع مظلم أبصر من يشير إليه بيده طالب مساعدته كان رجلاً وبجواره سيدة تحمل طفلاً يبكي يريدان توصيلهما لأقرب مستشفى فوافق بعدما تذكر طفلته المريضة بمرض لا يعرف الأطباء علاجه وبعد أن تحركت السيارة لمسافة قصيرة تذكر أسامة أنه نسي الحقيبة التي تحوي جهاز الحاسوب الخاص به اللابتوب والذي يحفظ معلومات العمل التي دأب على جمعها على مدى خمس سنوات كاملة وكذلك أوراقه المهمة حيث كان قد صلى العشاء في جماعة بحديقة مبنى الاحتفال لعدم وجود مسجد بالمبنى وترك حقيبته في الحديقة فارتفع دقات قلبه حين تذكر أن أكثر من سبعمائة شخص جاءوا للمشاركة في حفل الختام فمن يدري لعل فيهم من تسلل وسطهم من نصوص وأصبحت الحقيبة صيداً سهلاً لهم فكر أسامة في الاعتذار لهذا الرجل وزوجته ويتركهما في هذه الساعة المتأخرة ويعود إلى مكان الاحتفال عله يجد الحقيبة ولكنه تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء وقال في نفسه أليس إيصال هذا الرجل وزوجته التي تحمل طفلاً رضيعاً من صنائع المعروف خاصة في هذه الساعة فلما الخوف إذن؟ وإن اليقين والتصديق بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته إذن ما دمت في حاجة أخي فسيكون الله عز وجل في حاجتي وسيحيط حقيبتي بعنايته حسم أسامة أمره وأوصل الرجل وزوجته إلى المستشفى الخاص الذي يعالج ابنته ودفع كل المصاريف من جيبه فدعا له الزوجان وشكراه وفي الصباح ذهب أسامة لعمله وبحث عن الحقيبة فلم يجدها فابتسم ولم يحزن ثقته في الله ويقينه بأنه سيجد الحقيبة وأبلغ كل العاملين بالشركة عن فقدانه للحقيبة وأطلعهم على مواصفاتها وبعد أسبوعين وهو بمنزله رن جرس الهاتف فكان صوت مسؤول الأمن بالشركة يقول له لقد حضر رجل غريب وسلمنا الحقيبة ففرح كثيراً وحمد الله ثم ذهب إلى الطبيب الذي يعالج ابنته ليطمئن على حالتها من خلال الأشعة والتحاليل الأخيرة فكانت المفاجأة السارة حيث أخبره الطبيب أن ابنته شفيت تماماً فسجد لله شكراً وقال نعم إنها عاقبة اليقين وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رجل صالح يعمل مديراً لأحد المدارس الثانوية عرف عنه العدل والحزم وكانت زوجته تعمل معه في نفس المدرسة وكان لهما طفلة جميلة عمرها أربعة أعوام ونظراً لعمل الزوجين استعانى بخادمة في الثانية عشرة من عمرها وهي في نفس الوقت ابنة حارس المدرسة والذي كان لا يصلي وكثيراً ما أوصاه مدير المدرسة بالصلاة ليقف الله بجانبه في كل ضيق وليكون قدوة لأبنائه الأربعة في أحد الأيام اعتدى أحد الطلاب وهو من أسرة ثرية على طالب من المدرسة وأصابه إصابات خطيرة لعدم تنفيذ أوامره وعندما علم المعلم قام بطرد الطالب وقرر فصله من المدرسة فتدخل والد الطالب الثري ليعدل المدير عن قراره إلا أن المدير أصر على موقفه وأفهم الرجل الثري أن قراره بعقاب ابنه عادل وذكره بحديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال اعدلوا بين أولادكم وإن المقصطين عند الله على منابر من نور بعد هذا الموقف بيوم عادت الأم إلى المنزل فلم تجد طفلتها تستقبلها بالعناق كما كانت وعندما سألت الخادمة عن الطفلة أكدت أنها كانت معها منذ لحظات وأنها ربما تكون في إحدى الغرف بالمنزل فبحثت الأم عن ابنتها بكل غرف المنزل فلم تجدها وحين وصل الأب وعنم باختفاء ابنته مر على منازل الجيران كلها يسأل عن الصغيرة ولكن دون جدوى فذهب إلى الشرطة وأخبرهم بغياب ابنته استدعى رجال الشرطة الخادمة التي كانت الأسرة تثق فيها تماما فالأب يعاملها كما كان يعامل طفلته ويعامل والدها في المدرسة كما لو كان صديقه أو شقيقه كما قالت الأم لرجال الشرطة أنها تشك بنفسها ولا تشك في الخادمة فهي تعاملها كأنها واحدة منهم تجلس معهم إلى طاولة الطعام وترتدي من نفس ملابس الأسرة لذلك تستبعد أن تكون الخادمة لها دخل باختفاء ابنتها وبالرغم من تبرئة الوالدين للخادمة إلا أن رجال الشرطة أصروا على حبس الخادمة وإعادة التحقيق معها بعيدا عن الوالدين وبعد التحقيق مع الخادمة وتهديدها بالسجن إن لم تذكر الحقيقة اعترفت أنها من سلمت الطفلة للطالب الثري ووالده وأن والدها هو من طلب منها هذا تم القبض على والد الخادمة الذي أنكر تماما ما قالته ابنته وفي المساء قام الرجال الشرطة باقتحام منزل الثري وعثروا على الطفلة مقيدة وتبكي داخل غرفة منفصلة عن المنزل وثبت التهمة لاختطاف على والد الطالب الذي اعترف أنه فعل ذلك ليهدد المدير كي لا يفصل ابنه ولم يذكر اسم حارس المدرسة والد الخادمة حتى يستفيد منه في خدمات أخرى وكان قد أعطاه مبلغا كبيرا لتنفيذ خطته في الوقت نفسه تنازل الأب مدير المدرسة عن حقه حتى لا يتم معاقبة الخادمة الصغيرة وفوض الأمر لله لينتقم له ممن أساء إليه وقد فرح حارس المدرسة بالمبلغ الكبير الذي حصل عليه واحتفل ببراءته وبعد يومين سقط مغشيا عليه وتكاثرت الأمراض على جسده وأنفق على علاجه جميع الأموال التي أخذها من الثري وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وقد فوجئ في أحد الأيام بزيارة مدير المدرسة له فشعر بخجر كبير ثم أقسم بالله بأنه قد تاب ومنذ أن حل به المرض وهو يصلي ويدعو الله أن يغفر له ويقبل توبته فطمأنه المدير بأن الله سيقبل توبته إذا كان صادقا فيها وأخبره بأنه سيتكفل بنفقات أسرته حتى يتم شفاؤه ويعود للعمل الشريف والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم أحمد شاب صالح على خلق ودين لم تنجب زوجته بعد مرور أربعة أعوام من زواجهما وكان له صديق يحبه ويحب ابنيه حبا كبيرا ويعتبرهما كابنيه تماما وفي أحد الأيام طلب هذا الصديق من أحمد مبلغا كبيرا جدا لأن لديه مشروعا تجاريا كان حلم حياته وبعده بسداد المبلغ بعد ستة أشهر فقط فذهب أحمد إلى البنك وأحضر جزءا من المبلغ واقترض الباقي وسلمه لصديق عمره ولم يحضر شهودا ولم يكتب ورقة أو يأخذ إيصالا لثقته الكبيرة بصديقه وبعد ستة أشهر لم يسدد الصديق ما عليه وبعد شهر آخر بدأ أحمد يلمح لصديقه بإرجاع المبلغ فكان رد صديقه لم أخذ منك شيئا ظن أحمد أن صديقه يمزح ولكنه فوجئ بصديقه يحلف ويقول والله لا شيء لك عندي وإن كان معك أي دليل أخرجه فذكره أحمد بعشرة العمر والذكريات التي بينهما ولكن صديقه لم يبالي فذكره أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وعندما ظل صديقه على موقفه هدده أحمد باللجوء إلى المحكمة فقال له افعل ما بدأ لك ذهب أحمد للمحكمة وعندما لم يقدم دليلا بالأوراق طلب القاضي من الصديق أن يحلف بالله أنه لم يأخذ شيئا فحلف بالله كذبا واستدهشة أحمد الذي سقط في مكانه من هول الحلف الكاذب وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال له القاضي أشعر بصدقك ولكنك أخطأت ولم تعمل بكلام الله في قرآنه الكريم حين قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فليس كل إنسان مؤتما فوض أحمد أمره إلى الله وعاد إلى بيته وعند دخوله فوجئ بزوجته تستقبله بفرحة كبيرة وتخبره أن الطبيبة أخبرتها بأنها حامل فنسي من فرحته ما حدث من صديقه وسجد لله الشكرى وفي صباح اليوم التالي فوجئ أيضا بصديقه يأتي إليه باكيا ويعطيه المبلغ الذي أخذه كاملا ويقول له بعد أن عدت من المحكمة وجدت والدي قد شرب مادة سامة وهم الآن بالمستشفى وحالتهما خطيرة فعلمت أن هذا جزاء خيانتي لك ورد الحسنة بالسيئة أتوصل إليك سامحني ولا تتخلى عني فهما كما كنت تقول لي أغلى الناس لقلبك ذهب أحمد مع صديقه ووقف بجواره حتى تم شفاء ابنيه وعند مغادرة المستشفى قال له لقد أخطأت في حق الله فاستغفره وتقرب إليه بصالح الأعمال عسى أن يعفو عنك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما أشفقن منها وإنه في المنزل